اشتركوا في القناة الى قرشاليم لكي يصبح لأجلنا هذا هو اليوم الذي صنعه الرب عشان كده الكنيسة بتعيد فيه عيد سيدي كبير لانه احتفالنا اليوم ليس كاحتفال الناس اللي كانوا ظنين ان هو داخل يخلصهم من اي تعب اردي ولكن فرحنا اليوم زي فرح الاطفال زي فرح الاطفال اللي صرخوا وطبعا صرخوا لان الروح كدس تكلم على افواقهم وقالوا اوصلنا لابن داود خلصنا في الاعالي دخل السيد المسيح علشان يعطي حياة للعالم دخل ارشاليم وهو ناظر الى الصليب عشان من خلال الصليب يعطي الحياة للعالم طب يا رب لما هتخش ارشاليم هتخش كملك اه طبعا كملك طب الملوك بيخشه ازاي الملوك ايام زمان ايام الانتصار كان يخشه راكبين على فرس وعلى حصان علامة الغلبة والنصرة لكن ربنا يسوع المسيح دخل راكبا على جحش وعلى اتان هو الملك الوحيد اللي في تاريخ البشرية دخل منتصرا راكبا على جحش وطبعا دوت عشان ربنا يسوع المسيح عايز يقول لنا انه اللي هيغلب ابليس هيغلبه بالتواضع لم يهتم السيد المسيح بالمظاهر الخارجية بل بالعكس كان من ينظر للسيد المسيح يظن ان هو ضعيف ويظن هو فقير ويظن هو ما عندوش اي حاجة ما كانش يهتم ابدا بالمظاهر الخارجية ولكن من الداخل ومن ناحية الروحية وفيه الهيته هو القادر على كل شيء دخل قرشريم راكبا على جحش لكن لما نشوف سفر الرؤية يحنى الرائي شافه في إصحاح 19 يقول ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا ويحكم بالعدل ويحارب وعيناه كلهيب نار وعلى رأسه تجان كثيرة وهو متسربل بثوب مغموس بدم ويدعى اسمه كلمة الله يبقى أول درس عايز يعلمه لنا السيد المسيح النهاردة عشان تغلب إبليس لا يمكن تغلبه بالقوة الخارجية ولكن نغلبه بالقوة الداخلية الروحية والقوة الروحية ديت هي الاتضاع الأطفال سبحوا قالوا وصلنا في الأعالي وصلنا في الأعالي وطبعا فيه فرق بين تسبحة الناس الكبار وتسبحة الأطفال وكأن ربنا عايز يقول لنا علشان الروح الكدس يتكلم على لسنة وعلشان نفهم ونعرف مين هو المسيح لازم نكون زي الأطفال وده اللي قالوا سيد المسيح أشكرك أيها الآب السماوية لأنك أخفيت هذه عن الكبار والحكماء وبينتهى مين للأطفال صرخوا وقالوا وصلنا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب وصلنا في الأعالي كلمة وصلنا يعني خلصنا يعني خلصنا طب ليه خلصنا في الأعالي ما ولو قالوا خلصنا على الأرض يبقى زيهم زي الناس الكبار اللي كان كل أمالهم في المسيح تعال خلصنا من استعمار الرومان تعال خلصنا من التعب اللي احنا فيه تعال رجع علينا المجد بتاعنا المجد الأرضي لكن الأطفال صرخوا بالروح الكدس وقالوا خلصنا في الأعالي احنا مش رجعنا في المسيح يخلصنا من تعب أرضي زي ما قال بورس الرسول إن كان لنا رجاء في المسيح في هذه الحياة فقط فنحن أشقى جميع الناس احنا رجعنا في المسيح في الأعالي خلصنا في الأعالي يعني أعطينا يا رب خلاصا سماويا وليس خلاصا أرضيا خلصنا في الأعالي يعني يا رب أعطينا قبولا أمام الآب السماوي في الأعالي خلصنا من العار اللي لحق بينا لأجل خطيانا عشان نقدر نسبحك في السماوات في الأعالي خلصنا في الأعالي يعني يا رب اولدنا من فوق من الأعالي اللي تولد من فوق يبقى ابن السما وإحنا النهاردة بنقوله يا رب خلصنا في الأعالي يعني أعطينا الولادة الجديدة الولادة الجديدة اللي خدناها في المعمودية وجددها أيضا فينا بالتوبة خلصنا في الأعالي الأطفال قالوها ببساطة لكن هي نبوة عن السيد المسيح عن صلبه وعن صعوده إن هو هيصعدنا إلى السماوات عشان كده بنصلي في القدس الغري ونقوله أصعدت بكورتي إلى السماء خلصنا في الأعالي والدرس الثاني النهاردة لنا الأولاني كان الاتضاع عشان نغلب إبليس بالتواضع زي ما المسيح دخل راكبا على جحش وديع ومتواضع وغلب إبليس في الصليب الدرس الثاني هل إحنا بنصرخ ونقوله خلصنا في الأعالي ولا خلصنا في الأرض الواحد ممكن يختبر نفسه كده ويشوف إيه كم الطلبات اللي بيطلبها الإنسان من ربنا هل كلها حاجات أرضية شغل وصحة ومال وستر في الأرض واللفيط الباط السماوية الإنسان المسيحي يصرخ ويقوله دايما خلصنا في الأعالي النقطة الثالثة مين هو ملكي مين هو ملكنا مين هو ملكنا هل ما يملكني ذاتي هل ما يملكني الآخرين وإرضاهم هل ما يملكني العالم وشهواته النهاردة السيد المسيح دخل والمسيح ملكنا عشان كده في كل الأيام اللي جاية في إسبوع الألام نصرخ ونقوله عمان وقيل إلهنا وملكنا دخل السيد المسيح إلى أورشليم لكي يملك يملك ويملك على إيه يملك على قلوب البشر يملك على كل العالم ويملك لأنه هيفدين على الصليب والعرش بتاعه هو الخشبة النهاردة نصرخ ونقول الجالي صوق الشاروبيم دخل أورشليم راكبا على جحش وبعدين يوم الصليب العرش ده هيتغير بدل ما الجحش الشاي للمسيح هيبقى الصليب هو الشاي للمسيح وهذا هو عرشه المسيح جاء لكي يؤسس مملكة روحية مملكة أرضية مملكة روحية يعني يملك على قلوبنا يملك على أفقارنا يملك على حياتنا والواحد كده لما يعد يفكر هو أنا ملك مين مين اللي بيتحكم في ومين اللي يستحق أن يكون هو ملكي مفيش غير المسيح لأنه اشترانا بدمه نقطة الأخيرة أن السيد المسيح لما دخل أورشليم أول حاجة عملها راح فين راح فين راح بيته فين بيت المسيح الهيكل شد بيت ربنا بيته ودخل بيته لكي يطهره وده أول حاجة يعملها المسيح لما يخش قلوبنا أول حاجة لما نقوله يا رب أنت ملكنا وإحنا ربنا أقبلك ملك علينا ربنا يخش قلوبنا ويطهره سيد المسيح لما طهر الهيكل مسك صوت طبعا هو مضربش حد لكن كان بيستعمله علشان لما يعمل صوت الباعة يطلعه ويتطهر الهيكل هذا الصوت اللي مسكه سيد المسيح رمز اللي عمل الروح الكدوس فينا يطهرنا بروح الكدوس روح الكدوس يبكتنا على خطية روح الكدوس يعطينا حياة التوبة باستمرار روح الكدوس هو اللي بيقدس القلب يبقى القلب مشغول بأشياء عالمية وزي الصيارفة والتجارة ومال وهموم العالم فاروح ربنا يدخل جوانا ويحول هذا القلب بيت حقيقي وهيكل حقيقي لربنا يسوع المسيح عشان كده تعالوا مع بعض نشوف كم تلبة نهاردة نطلبها من ربنا في هذا العيد أول تلبة نقول له رب ضع في قلوبنا تسبحة الأطفال الصغار خلصنا في الأعالي خلصنا في الأعالي خلينا رب زي الأطفال مش ننشغل بالعالم وتعب العالم وهموم العالم ومراكز العالم والشهوات العالم نقول له يا رب خلصنا من التعب دوت من المشكلة دي ربنا هيخلصنا ويعدي كل حاجة بسلام لكن نقول له يا رب ضع في قلوبنا تسبح الأطفال خلصنا في الأعالي طلبة تانية النهاردة نطلبها من ربنا يسوع المسيح نقول له علمني يا رب يسوع المسيح أن أكون وديعا ومتواضعا أنت رب اللي فوق الكل أنت رب اللي تستحق كل كرامة أنت رب اللي تستحق تخش فعلا كملك دخلت يا رب في منظر وديع ومتواضع ركبا على جحش علمني يا رب يسوع المسيح أن أكون وديعا ومتواضعا لا أهتم بالمظاهر الخارجية لكن أهتم بالقوة بالقوة الداخلية بالقوة الروحية تلبط ثالثة نقول له يا ربي سمعنا صوتك القائل لا تخافي يا ابنة صهيون ووزا ملكك يأتيك نقول لرب فعلا سمعنا الصوت دوت أحيانا بنخاف أحيانا رب بنخاف لأن الحرب حولينا جمدة وإحنا رب ضعفة وإبليس رب عمر زي أسد فسمعنا رب الصوت دوت اللي بيقول لا تخافي يا ابنة صهيون ووزا ملكك يسيأتي أنت رب هتأتي وتملك على قلوبنا طلبة الأخيرة نقول له يا رب علمنا إزاي إن إحنا نخلع سيابنا ونفرش يا رب تحت رجليك السياب ديت هي الخطية وإن دي رب تدوس عليها واتطهرها بدمك علمنا رب إزاي نشيل من علينا كل ارتباط بالعالم وبشهوات العالم وبخطايا العالم وبحروب عدو الخير اللي بتيجي علينا نخلعها يا رب ونحطها يا رب تحت رجليك وتحت أقدامك وإنت رب تدوس عليها بدم الصليب ربنا يسوع المسيح يعطينا فرح حقيقي وهذا الفرح يدخل إلى قلوبنا بالاتضاع يدخل في قلوبنا لما نسبح ربنا يدخل في قلوبنا لما نقبله ملكا علينا يدخل في قلوبنا لما نصرخ ونقوله خلصنا في الأعالي لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين 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 آمين